رحل عن دنيان اليوم الفنان هشام سليم عن عمر ناهز 64 عاماً وذلك بعد صراع مع المرض ولد الفنان الراحل في القاهرة عام 1958 وتخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور نجل فات الحمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال في عام 1972 فنان ذو طابع خاص استطاع رغم وسامته أن يخرج من عباءة النجمذ الملامح السينمائية فأدى أدواراً صعبة استطاع من خلالها أن يترك بصمة لا تمحى من ذهن المشاهد إنه الفنان الذي رحل عن علامنا اليوم هشام سليم لأب من كبار نجوم الرياضة والفن هو صالح سليم تخرج في كلية السياحة والفنادق في عام 1981 وقام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بلندن وبعد أن انتهى من دراسته عاد مرة أخرى لهوايته في فن التمسيل بعد انقطاع لسنوات بدأ مسيرته الفنية طفلاً عندما قام بدور ابن الفنان فات الحمامة في فيلم إمبراطورية ميم عام 1974 واختاره المخرج الراحل يوسف شهين للتمسيل في فيلم عودة الابن الضال في مطلع صباه شارك هشام سليم في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها تزوير في أوراق رسمية وعندما يتكلم الصمت وجمال عبد الناصر ولا تسألني من أنا والأراجوز اتجه بعدها للدراما التلفزيونية وقدم باقة من ألمع المسلسلات التي حفرت في وجدان المشاهد العربي ومنها الرايا البضى وامرأة من زمن الحب وأرابسك وليالي الحلمية كما كانت له أعمال مصرحية من أبرزها شارع محمد علي قام هشام سليم بالمشاركة في أكثر من خمسين فيلما سينمائية وخمسة وسلاسين مسلسلا تلفزيونيا رحيل مفاجئ لواحد من أبرز نجوم الفن المصري لكنه سيبقى في وجدان الجميع من خلال أعماله التي لا تنسى